في حاجة تانية برضو عجبتني وصلتني من احد المشاركين على الماسنجر اسمه خالد بنا يكرمه بعتلي مقالة او كلمات للشيخ علي التنطاوي الشيخ علي التنطاوي سوري طبعا عاش في سوريا وكان وكان نيابة ومحقق وهو الاخر وبعدين لم تسعه البلاد كالعادة فهاجر الى السعودية وكان كاتبا ومعلما وقاضيا شيخ علي التنطاوي كان عنده برنامج يعني تقريبا اشهر برنامج ازاعي في المملكة العربية السعودية في رمضان بيقول كلام عاوزك تركز نعم نكلم في السياسة وكل حاجة وعندنا حلقة ان شاء الله دسمة ما تقلقش بيقول ايه بقى نفسك عالم عجيب يتبدل كل لحظة ويتغير ولا يستقر على حال نفسك تحب المرأة يعني انت تحب مثلا محمد حسن فتراه ملكا ثم تكرهه فتبصره شيطانا وما كان من احببته ملكا ولا كان شيطانا وما تبدل ولكن تبدلت حالتك النفسية وده كلام مهم احنا يا جماعة احيانا لما بنحب بنحب قوي وبعدين نغضب نغضب قوي بتعامل مع الناس منذ زمن يعني الواحد مر عليه نصف القرن وشوية وكان مما يعجبني في هذا الامر انه قول احدهم نصف سيدنا علي احبب حبيبك هونا ما عساء يكون خصيمك يوما ما واكره خصيمك هونا ما عساء يكون حبيبك يوما ما فاذا الذي بقناك وبقناك عداوة وتكونوا في مسارة والكلام للشيخ علي تنطوي يمكن الزمل اللي طلعوا صورته فترى الدنيا ضاحكة يجي لك غير تضحك ثم تراها وانت في كدر باكية قد فرغت في سواد الحداد لا الدنيا ضحكت ولا بكت الدنيا لابتضحك ولا بتبكي يا معلم انما نفسك هي التي كنت انت ولكن كنت انت الذي تضحك وانت الضاحك الباكي مسكين جدا انت حين تظن ان الكرهة يجعلك اقوى تكره فلان دايب اقوى وان الحقد يجعلك اذكى وان القسوة والجفاء هي ما تجعلك انسانا محترما تبقى تعمل جامل كده وتعلم ان تضحك مع من معك تعلم ان تضحك مع من معك وان تشاركه الامه ومعاناته عش معه وتعايش به عش كبيرا مهما كان الالم مريرا هل تعلم ان الحكمة الشهيرة رضى الناس غاية لا تدرك يقول الامام الشيخ علي التنطوي دائما يتنقلها الناس مبتورة وغير مكتملة وانما بتكملتها وانها بتكملتها من اروع الحكم وهي رضى الناس غاية لا تدرك وارضى الله غاية لا تترك فاترك ما لا يدرك وادرك ما لا يترك لا يلزم ان تكون وسيما لتكون جميلا ولا مداحا لتكون محبوبا ولا غنيا لتكون سعيدا يكفي ان ترضي ربك وهو سيجعلك عند الناس جميلا وسعيدا يا سلام كلام حلم لو اصبت تسعة وتسعين مرة واخطأت مرة واحدة لعاتبوك بالواحدة وتركوا التسعة وتسعين هؤلائهم البشر ولو اخطأت تسعة وتسعين مرة وأصبت مرة لغفر الله لك التسعة وتسعون وقابل الواحدة شو الفرق تخطئ مرة يحسبوك عليها وينسوا التسعة وتسعين الله تصيب مرة فيغفر لك التسعة وتسعين مرة ذلك هو الله فما بالنا نلهس وراء البشر ونبتعد عن الله السمو بالنفس هو ان تتنازل احيانا حلوة اوي السمو بالنفس هو ان تتنازل احيانا وتنسحب بهدوء لان بقائك سيخدش قيمتك مع من لا يقدرون القيم هلو الوقاوي الوقاوي فيها كلام عظيم ورائع احيانا حضرتك تبقى يقعد في وسط الناس مش مدركة قيمتك يحصل ايه تقعد تهاتي بقى مع واحد جاهل واحد مش عارف ايه لا انت اخرج حتى لا تجرح مشاعر نفسك انسحب خدلك حتة كده ساتر فيه ناس ما تحبش تكون انت موجود فيه انا بعرف ناس ما يحبوش انه يكون موجود مش لاني وحش ولا انهم وعشين بس هو انت ممكن تبقى شيء مش مش لطيف يعني او انت مثلا ممكن انت حالتك تكون احسن مني وهو انا مش عاوز يكون موجود اه انا واحد متكلم واحد هكذا الدنيا مش كده انت تسحب نفسك بقى ما تجدلش حروفنا اصبحت تحتاج الى محامي نحن ننطقها ببراءة وغيرنا يفهمها بخبص ساعة انت تقول كلام وغيرك يقولك اصدقان اصدق كذا اصدقان اصدق كذا ده الكلام للشيخ علي تنطول يخطؤون ثم يرددون الدنيا تغيرت الدنيا لم تتغير يا صديقي يا اصدقاء لان الدنيا ليست بعاقل حتى تدرك وتتغير القلوب والاخلاق والنفوس والمبادئ هي التي تغيرت ده كلام صحيح اكيد لما جاء احد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ان الناس حسنت فقال نعم واحد تاني جاء له لا ده الناس ساءت قال نعم وقال صلى الله يعني الراجل جاي يقول كذا وكذا وكذا تقول له اه وده تقول له اه قال له لان هو جواه كده الناس بيشوفوا الناس وحشة لانه وحشة انما نكون جميلة بيقول الشيخ علي تنطول لم اجد وصفا للحياة الا انها تجارب فان لم تتعلم من الضربة الاولى فانت تستحق التانية الله جميل اونا فان لم تتعلم من الضربة الاولى فانت تستحق التانية وان سألوك يوما لماذا انت حزين اجب بصدق واقل هيقول ايبال وقل لهم قليل الاستغفار هاجر للقرآن يعني يجب يكون حزنك إنك قليل استغفار مهاجر للقرآن إحدى صلواتك ستكون الأخيرة وستودع الدنيا بعدها فحافظ عليها وأحسن فيها جميعها فما تدري أيها ستكون الأخيرة